موسيقى باستعدادات مكثفة وخطة تشغيلية رمضانية تعد الأكبر في تاريخ المملكة تستعد السعودية لاستقبال أكثر من ثلاثة ملايين مسلم خلال شهر رمضان من المتوقع زيارتهم الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة وفي إطار الخطة التنفيذية تم التفكير في جميع مراحل إقامة المعتمرين بالأماكن المقدسة بدءا من الأصول إلى باحات المساجد واستمرارا في الطواف حول الكعبة وانتهاءا بالسير بين الصفا والمروى كما تم تعديل واختبار نظام الصوت على التقنية في الكعبة واعتماد قوائم الأئمة الذين سيؤدون صلاة الترويح والجوانب التعليمية للعمل مع المصلين والمعتمرين وتوفير البيئة الرقمية الحديثة عائلة جنس الإماراتية عبارة قد تتوقف أمامها قليلا ولكنك ستفهم مغزاها عندما تعرف أن طفلا إماراتيا يبلغ من العمر أربع سنوات و218 يوما انضم للموسوعة العالمية باعتباره أصغر كاتب في العالم بعدما تمكن من بيع ألف نسخة من كتابه للأطفال الفيل سعيد والدب الطفل الإماراتي سعيد المهيري ليس الأول في عائلته الذي يحصل على الجائزة العالمية حيث سبقته شقيقته الكبرى أضابي المهيري في الدخول إلى الموسوعة كأصغر ناشرة في العالم وهي في عمر سبع سنوات وذلك بعد أن باعت أكثر من ألف نسخة من كتابها الأول كانت لدي فكرة هل تريد شيئا آخر؟ عبارة يرددها عليك النادل في المقهى بعد نصف ساعة تقريبا من طلبك الأول ويلحه في ترديدها بعد ربع ساعة أخرى إن لم تطلب شيئا جديدا ربما إشغاله مقاعد المقاهي والمطاعم دون طلب المزيد يزعق أصحاب تلك المحال خصوصا وإن كانت تشتهر تلك الأماكن بالازدحام وكثرة الزبائن الأمر الذي دفع مجموعة مطاعم متخصصة في تقديم المعكرون باليابان لسن قاعدة لا يمكن تجاوزها وهي تناول الطعام بسرعة وغادر بعدما لاحظها المسؤولون إنشغال الزبائن عن الطعام بهوتفهم الذكية ما يطيل فترة بقائهم عن المعتاد لتناول وجباتهم أربعمائة وخمسون مليون متابع هذا هو الرقم الذي وصل له حساب نجم كرة القدم الأرجنتيني لعب باريسان جرمان الفرنسي ليونال ميسي على منصة إنستجرام أي ما يعادل أكثر من سكان الأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة مجتمعين وبهذا الرقم يصبح ميسي أولا حامل لكأس العالم يصل إلى هذا العدد من المتابعين على المنصة الخاصة بنشر الصور ولكنه ما زال بعيدا جدا عن ملاحقة غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي يتمتع بخمسمائة وواحد وسبعين مليون متابع على إنستجرام شكرا للجميع الذين قاموا بركوب الأمواق معي هناك في برشلونا المدينة التي تعلمت فيها أن الصداقة بلا شك أقوى من الحب بهذه العبارات وضعت المطربة الكولومبية العالمية شكيرة حدا للتكاهنات بشأن مستقبلها بعد الانفصال القاسي عن مدافع نادي برشلونا السابق الإسباني جيررد بيكي مؤكدة رحيلها عن المدينة الكتالونية شكيرة أوضحت أنها قررت في السابق البقاء في برشلونا إلى جانب بيكي لمنح أطفالهما لاستقرار وهو الأمر نفسه الذي تبحث عنه الآن في مكان آخر من العالم